بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي أهلا وسهلا فيكم جميعكم ببث مباشر بعد مباريات دوري أبطال أوروبا هحاول في الدور الأول بالمجموعات زي ما بتعرف وأنا ما بعمل سيلفي أوروبا بدور الأول بلش أعملها بدور 16 هحاول نطع لايف كثير مع بعض اليوم طالعين بكرة من الآن بقولكم للأسف مش رح أقدر لأني معزوم من أسبوعين عند صديق فبالتالي مضطر أروح وأحضر مبارا معه فإجت فكرة لايف اليوم الصبح فللأسف كنت قبلان العزومة فهمتكم تعذروني عشان بكرة بعد ذلك إن شاء الله هستمر دائما نطع لايف أكثر مع بعض بتشرف فيكم جميعا هذا أول شيء وهتكلم عن مباريات بشكل عام حبل ليش طبعا في مبارا اللي كل بسنة ينحكى عنها برشالونار وبايرميوناخ ما في أي مجال للمقارنة بكل شيء بكل شيء تماما في مباراة اليوم انتشرع أرض الملعب بفرق كبير الثقة بالنفس فرق كبير اللي داخل يفوز مبين واللي داخل يخسر بأقل نتيجة مبين جودة معظم اللاعبين كأفراد فرق كبير كثير ورغبة مدرب إصرار مدرب يعني فرق إنسى الموضوع إشي من عالم آخر وبالتالي هذا اللي صار اليوم هو اللي صار كل المشكلة هذا اللي كل المشكلة وواضحة من كل لنا واحد فما في مجال تقارن أي شيء مع أي شيء له في ناس بيقولوا ما في صوت هل أنتوا سامعين صوت ولا لا؟ لأنه أبو جاسم بيقول لي ما في صوت حكولي عشان أشوف أكمل ولا ما أكمل ولا نعين من أول وجد بث ثاني في حدا سامع الصوت شباب سامعين الصوت حلو الشباب ما بجاوبوش أنا هكمل لعندما أشوف جوابكم إن شاء الله في التعليقات إذا سامعين الصوت ولا لا لأنه عندما سامعين الصوت هطلع فخلص سامعين بسم الله خلونا نكمل في موضوعنا الناس بتحكي في صوت فبالتالي يبدو إنه بس عندك أبو جاسم المشكلة فخلونا نكمل المشكلة المباراة برشلونا عنده مشكلة بعض الحلو كانت من أول المباراة وكانت حتخسر يعني إشي بسيط يعني إنت شوف ما في جدع تكون تفهم كرة قدم عشان تشوف إنه خط دفاع برشلونا كان عم بيرجع كثير فجأة لما بايرن يمسك الكرة يخاف يرجع كثير منطقة جزاء لأنهم خايفين من البندوبسكي وخط وسط برشلونا بطيء عشان يرجع فاللي بصير هدا بيرجع بسرعة هيك وهدا بيرجع هيك شو بصير في مسافة كبيرة بين الخطوط العيبة بارن مش ضروري يكونوا عباقرة عشان يوقعوا بين الخط المرة الأولى والتاني والتالت والرابعة نافدوا منها الخامس مولر وقف وشات جاب قول الموضوع كثير بسيط الموضوع كثير كان سهل إنك تشوف الغلطة وإنك تحكي للعيبة الدفاع استنوا ما ترجعوا زي المرعوبين بهذا الشكل لأنه خط وسطنا مش عم بيرجع أو تشد على الوسط يرجع أسرع كثير بسيط كثير بسيط الغلطة الأولى كثير بسيطة غير ذلك الانتشار واضح الفرق لعبة بايرن كل لعب شايفة تاني كل لعب مردات تاني شيء ثالث ثقة بالنفس ثقة بالنفس فرق كبير ديونج اليوم مرعوب بوسكتش متوتر قلبه زلب ما شاء الله عنه مرتاح لأسبوعين خمسين دقيقة وبلش يشطب روبرتو يعني لا لقاش روبرتو أنا من الزنتين مؤمن تماما وحكيت وارجع الزمان روبرتو رجل بتحمي الصحافة الكتالونية بس دائما فيه بها الصيف تقرير موندو دي بورتيفو خلينا نحكي بشكل عام لوك ديونج مستحيل يفيدك إلا لما تمسك الكرة باستحواث خمس وثمانين بالمئة لأنه هذا الرجل طول ما الكرة بعيدة على منطقة الجزاء فيش منه فايدة عبلاطة وحلي يجيب قولينه ثلاثة وأربعة حظر مني عيد نفس الكلام اللعب جودته خفيفة خلينا نحكي بالصيف اللي كان برشلونة فيه عم بيجيب فيدال وبيجيب مالكوم وبيجيب الانجليد كان بايرمينخ عم بيجيب قوريتسكا والفونسو ديز هذا الفرق الفرق تراكمي اليوم اللي صار الفرق اللي اليوم شفناه اليوم مش بس كومن مش بس لابورتة لا لا فرق تراكمي من سنين برشلونة بلش يدير الموضوع رياضيا خطأ من ثلاثة أربعة سنين ما اذكر فيديو عملته مع صديق الي وتكلمت عن أخطاء دارة برشلونة طبعا بعدها برشلونة اشترا كأنه كتيني او كده ومسحوا الارض بكرامتي جباب برشلونة وصاروا يتذكروا انه بعض الاحيان لازم ما تفكر بموسم لازم تفكر لقدام عشان ما يصير فيها كهذا الشكل وصار للأسف اللي كنت عارف انه حيصير من صفقات غلط من أموال غلط من سلم أجور غلط وسطة الأمور انه معظم اللعيبة اللي قاعدين بينزلوا اليوم شباب صغار بالأساس كان لازم يكونوا برشلونة با طلوعوا لفوق لانه ما فيش معهم يدفعوا الرواتب الرؤى بايرة كيميتش بيرفكت لعب بيرفكت كورتو قدم هذا يعني بيعطيك كل شي بدك يا بيعطيك شخصية بيعطيك لياقة بيعطيك قتالية بيعطيك تمرير بيعطيك بيعطيك فيجين بيعطيك إبداع لا لا بيرفكت جمال موسيالة مشروع موهد لاعب لما تشوفه بيلعب بتعرف انه بقدر يلعب جناع بقدر يلعب وسط بقدر يلعب جناع يسار ببساطة ليش لانه مخه في الكرة فاهمان مهاري قريتسكا طبعا وحش غير ذلك بايرو مينيخ وواثق بنفسه كثير حاب يفوز هداك دخل بدي يخسر بأقل نتيجة ممكن ولما تدخل بهذه العقلية وانت بفريقك كبير اطلقى هدف واحد بس وشوف الترقة بالنفس كيف بتصير انهيار كبير زي لي صار معني بربول لما دخلوا بهم يخسروا بواحد لما تلقوا القول نهارو نفس الشي هذا الفريق محتاج صدمة معنوية محتاج عمل إداري لسنوات بالنسبة لبايرن عمل إداري بيرفكت طول السنوات روح عن شلوتي يرجع هاي بس يروح فلان يجي فلان الفريق دائما قادر يكمل نفسه ممكن ما يجيب شي السنة هاي ناكلزمن بس روح تلقى انو المشروع كله عم بشتغل للمستقبل ما في شي اسمه المدرب يحب لوك دي يونج منوع هذا منوع انجبته هاي انتهت في كرة القدم مع الإدارة الرياضية في لاعب لازم يخدمك ويخدم اللي بعدك ببساطة بايرن فريق إداري لو ما زبط هون بروح السنة اللي بعدها لو ما زبط هون بنجح السنة اللي بعدها بكل بساطة هاد بالنسبة لبايرن ميونيخ وبرشلونة انا هشوف اسئلتكم واخدها في واحد بقولي تتوقع برشلونة يرجع بعد ثلاث سنوات او شي زي هيك برشلونة ممكن يرجع بعد سنتين بعد سنة البساطة يعني النادي خليني احكي لو بدق عندهم في دي يونج في بدري اراوخ وانا بعتبره المدافع الجيد الوحيد اللي عندهم ما فيش ضاير ايسار طبعا ولا ايمن هاي ثلاثة دي باي اربع لعيبة شتيجن حمس لعيبة عندك حمس لعيدة الاندي القوية بالعادة بكون عندها سبع لعيبة تمانية لعيبة ممتازين فبرشلونة محتاج ثلاث صفقات صفقة بكل خط عشان يصير نادي قوي بس لازم ما ننسى اليوم برشلونة كنلعب بدون ذاتي طبعا انا ابدت تشاؤمي بعودة تفاتي بمستوى اتمنى اكون غلطان لاني بحب اللعب مرة فوق ومرة تحت ومرة مصاب يعني فبرشلونة لسه محتاج محتاج سوق سوقين ثلاثة بالمنطق ومحتاج مدرب يلحب بفلسفة كروية واضحة مدرب يثبت على فلسفته هذا بالنسبة لبرا بالنسبة لبايرن هو السن الماضي كان اقوم فريق باوروبا السن الماضي وبنذكر لولا معجزة نافاس كان ذهاب باليونز أرينا ثمانية اثنين لبايرن على سات جيرمن وخدصة الامور بايرن نادي اداريا يحترم اداريا لازم تحبه وتضلك معه هذا انت محمد عواد محلل ممتاز جدا شكرا يا موسى يا حبيبي هذا بالنسبة ل الموضوع بايرن نروح على تشيلسي طبعا على السريع الفريق يعني كنت اشوف بس ملاخيكة لقطات على احت القنامات من هون لهون واضح جدا هذه هي فكرة لوكاكو اللي بعيدها مرة ثانية وثالثة ورابحة ويبدو ان يحضرني عيقه طول نوسم هذه هي فكرة لوكاكو انك تلعب وانك ما تكون جيد وفوزك هذا هي ببساطة يوفيرتوس في نفس المواحد عم بفوز نتريجة كبيرة عم بيحافظ لأول مرة عشباكو اعتقد من 190 يوم اللي بيعرف يوفي بالماضي وبشوف يوفي بالماضي في ناس تسأني عن هالند حالي رجع له ومستقبلكم بالنسبة لل يوفي اللي بيعرف يوفي من زمان دائما لما كان يبالش الدوري سيئ تجيب مباراة دور أوروبا بفوز فيها برجع معناويا بشكل أفضل بتحسن بالدوري دائما كان دوري أبطال أوروبا هو المرحلة اللي تعكس شكل الموسم يلا الإيجابية يلا السلبي فاليوم اليوفي فاز نتيجة كبيرة بزيروا أهداف في مرمى وهذا شيء كويس فأتمنى تكون نقطة تحول طبعا أتمنى لأني بشجع اليوفي الروح مباراة من يونايتد رونالدو سجل أرقام الفردية ختمها طبعا كعادة وبعزز قوته الفردية أكثر وأكثر في مواجهة الاندي الأخرى يعني أنا لاحظوني قلت في مواجهة الاندي الأخرى مش في مواجهة اللاعبين لأنني أعتقد رونالدو بنظام دوري الأبطال الحديث هو من أحسن هدفين الاندي فكرت القدم كأنه فريق كامل 130 هدف لكن في نفس الوقت يونايتد عم بيغسر طبعا أكيد يعني ما بدنا كثير نقص على سوتشاير بالبداية بس أكيد طبعا الأساس الطلب الطلب هو اللي عمل المشكل الحقي في برات اليوم لأن لو ما انطرت كانت الأمور ماشية بشكل كويس لكن الشي الثاني اللي صاد إنه لو كان من يونايتد وهذا دائما اللي بنتناقش فيه وكل الشباب اللي بنحكي بالكرة دائما من التفكين عشاء مشكلة يونايتد ما في ستايل ما في اسلوب لحب فاللي ما عنده اسلوب لعب لما ينترد بتفكك هذا ببساطة لأنه ما فيش اسلوب لعب قال لي جوارديونا يلعب دي عشرة ويلعب مع اي فريق يلعب مع اي فريق بدك يا سالسبورج جانج بويز جيب لي اي فريق لعبه معه ما رح جوارديونا يسلم الخاصة من الكرة 70-75 بالمئة ما رح يسلموهين لأنه عشرة وبترجع وبتنضغط حيث بقى هدف بسيطة طبعا الهدف الثاني خطأ زي ما شفنا لكن بالمنطق بالمنطق الكلي مشكلة يونايتد اللي حتخلي دائما طالع نازل انه ما فيه فلسفة ميزت الفلسفة بتخلي الاداء اكثر استقرارا الان اذا طلع اذا طلع سولشاير من الدور الاول حيطلع من من يونايتد الناس حتش تقولك لا الادارة صبرت عليه كثير في الماضي رونالدو وجوده لوحده خطأ على اي مدرب يدربه ليش؟ لانه بيكون عندك رونالدو انت بتتخيل حتجيب كل شيء فوجود رونالدو بضغطك وبضغط الادارة فالادارة ما رح تقدر تتحمل شوفوا رونالدو طرد ساري بطل دور يوفنتوس طرد عليجري بطل دور يوفنتوس وطبعا بيرلو ما جابش بالكأس وهذا والسوبر وجزء من خروجه انا متأكد وجود رونالدو لو ما كان موجود رونالدو بالموسم الماضي كورونا وكذا كان ممكن بيرلو كمل لانه جاب كأس وجاب سوبر يعني جاب له بطلتين وتأهل دوري ابطال السؤال رونالدو وجوده الضغط على الجميع هشوفوا كم مدرب طار في الياع مدريد اول ما يخسر موسم بدون ألقاب لانه وجود رونالدو بخليك تحس بقيدنو شي كبير حبيبي اقوصي متابعنا من فلسطين متشرف فيكم في ناس سألوني عن هالند ومال يونايتد هالند وبرشلونا انت بتتكلم عن النادي عنده مشكلة مشكلة عملاقة بسقف الرواتب عملاقة وبدك تجيب هالند هيعملك المشكلة أكبر بكثير هالند لعب رائع مكينة بس فيه مشكلة غير الرواتب عشانك عندي تخوف من فكرة هالند راتب هالند هيكون بالعلالي المشكلة الثانية اللي عندي فيها مشكلة مع هالند انه هالند اللي بيعرف دورتموند كيف لبسوكم ديمبلي يا جمهور برشلونا دورتموند بيقلق منظومة قائمة كلها تخدم لعب 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 واحد برشلونا كم لعب عنده بدخل الكرة منطقة جزاء حقيقة ولا واحد تقريبا فانت تجيب هالند مهاجم بس تخيل لو انت كان عندك مهاجم هالند بس ما مش حدا يوصله الكرة مش حدا يدخيله الكرة منطقة جزاء فانا اعتقد برشلونا لازم يدور اكثر على مصادر الصناعة في البداية قبل مصادر التهديف هدف بساطة لانه الهدف بيجي بتدبر من هون ومن هون وكثير اندية يعني بتدبرها فانا بخاف من الشراء من دورتموند بصراحة دائما بخاف من الشراء من دورتموند وتجارب اسأله الاشتراه والشاهين والاشتراه كجاوا والاشتراه كتير لعيبه حتى قندقان لو لا سنين تصبروا عليه ترجع قندقان اللي بيشتري لعيبه من دورتموند بده يكون حاط ايده على قلبه مية في المية هذا بالنسبة لسؤال اول السؤال الثاني بالنسبة لكومن ومستقبله انا غردت قبل فترة وحكيت انه في خلاف واضح ما بين لابورتا حبيبنا من حلب خالد في خلاف واضح من لابورتا وكومن وبالعادة واللي بيعرف اسبانيا بقعد المدرب والرئيس بناقره بعض بالمؤتمرات الصحفية هاد برمي الكلمة هاد برمي الكلمة هداك صار يقول لك لا ما بصرش يكون معا السلطة وهذا يقول لك لا كلامه ما كانش حكيم ودقوا ببعض قبل يومين شو اللي بيستنى حيستنى لابورتا بس مبارة مبارتين مش نتائجهم مش كويسة خليهم يجوا ورا بعض هادول المبارتين يجوا ورا بعض بدهم نتائج كويسة حي يدب الاعلام وواضح الاعلام وطد طد وجيبه وجيب فلان وجيب فلان وحيقول له شكرا مش كسر يونايتد بيحتاج حارس سوبر خلينا نكون واضحين يونايتد جرب ضيقية وجرب هندرسون انك تستثمر بحارس سوبر وانت عندك هاد القوة بالفريق كان صعب لكن انا لسه مؤمن وعندي قناة عن شي بمطلقة ما بعرف ليش انه اوب لك حيكون حارس يونايتد اما السنهاي او السنة اللي بعدها هذا بالنسبة لللي بيسألني عن يونايتد انا الان هبلش اخذ حبيبي يا صهايب من مصر هبلش مش هنقلبها تحيات ومهرجانات يا شباب شكرا يا حبيبي يا حسين انا هبلش اخذ شوية التعليقات اذا في حدا يسأل في ناس بقولوا ان واحد بقولوا ممكن يصبروا على كومان الاخر الموسم اذا ضلت العلاقة مع لابورتا سيئة ما اعتقد اعتقد حيكون فيه قرار قاسي عشان لابورتا يحمي نفسه لابورتا يحمي نفسه انا قبل اي شيء انا من برشح انا دائما اتمنى اني اشوف جواردولا بيرجع بنهاية السنة على برشلونة الحل الوحيد اللي يخلي برشلونة يطلع بسرعة الحل الوحيد يخلي برشلونة اللي لعب له قدام برشلونة محتاج لعب له قدام ويربط عشان يصير يعرف هو النقاط بحفه بهذا الشكل انت مش عارف هو الفريق دفاعي ولا هجومي ولا استحواذي ولا مباشر ولا مرتدات ولا جاي بلوك دي يونغ لعب العرضيات الفاضي لانه مرة منحكي واو شوفوا فلان تاني مباراة اللاعب نازل ليش؟ لان ما فيش سلوب واحد بقول المشكلة مش باللاعبين مش المدرب لا مشكلة بالاتنين انت لما تيجي تقول خط هجومك دي باي ولوك دي يونغ هذول مهاجمين يعني لو لما دي باي انقضوا ليون ربما ان اثنين كانوا لعب بايند هوبن الحال واخر مرة شوفنا ايند هوبن مباراة مهمة ايام ما كان محهم فان بوامل لاعب وفان بوامل كان مدرب حاليا زي ما نعلم صعب اتلاتيكو يتخلى عن اوبلاك صحيح لكن اوبلاك عنده قيمة فسخ عقد اذا ما خلا بظن 100 او 120 مليون يورو واعتقد عقد مناسب بعد ما يخلص مع اتلاتيكو يعني فترة ممتازة واتلاتيكو ما عنده مشكلة بالاحلال والتبديل هذا اتلاتيكو دي مبرمج انه وانا اعتقد او مش اعتقد انا متأكد من حتى بعض الاصدقاء اللي بيشتغلوا مع اتلاتيكو انه اتلاتيكو دائما كل لاعب عنده في النادي فيه اتنين ثلاثة بالشورتلست بالقائمة المطلوبة عندهم للبدائل شو رأيك بمدرب بايرميريخ؟ ناجلزمن مدرب رائع جدا مدرب رائع جدا شاب رائع مع هوفنهاين مع بعدها لايبزيك مدرب فهمان توخيل صغير حرفيا وللعلم يعني اكيد تعرفوا انه توخيل هو اللي انقض مسيرة الرجل كان قرص ديوترك الرياضة بعد من صاب كلاعب ودرس علوم رياضية فتوخيل قال له تعال اشتغل معي زي كشاف مواهب بدأ من هناك وبعدين كشاف مباريات فانتبع انه مخ نضيب بكرة القدم واتطور ناجلزمن مدرب عنده فلسفة المانية واضحة فلسفة كلوب فلسفة فلك فلسفة توخيل عنده شوية شخصية خاصة في برتكب فول يعني ربما استوبوا الافضل شوية منهم انه هو بلعب اكثر عالكورات الثابتة بتقامل بهاي الاشياء انه هذا واحد بيقول لي انت عرفت خطة برشلولا هو كان المفروض يلعب بثلاث مدافعين انا فاهم ليش لانه كان خايف من بغط بايرل ويطلع لكن المشكلة مش بالشكل ولا بالخطة بس المشكلة دائما انا اليوم شفت المشكلة كلها انه دخول برشلولا دخل يخسر بأقفال نتيجة وبرشلولا اليوم هو بدافع ذكرني لما تلعبوا مع واحد برشل على بلاي ستيشن انت عرفت دور البرج عدافة وانه دمتك تقولك بعدين انت ضلك تمرد الكرة عادي لعنه توصل على القولد واحد بيقول لي ما هي حضوض ريال مدريد في دور الابطال بدري كثير ولا رد ع حدا حتى بايرل اللي حكيتنا عنه اقوى فريق ما ردش ع حدا تعلمنا من دور الابطال اللي بصير الان شي واللي بصير بشهلة اثنين شي ثاني اتخيل كان في حد السنة الماضي بيتوقع ان تشلسي البطل حتى السنة اللي قبلها بهذا الوقت ما كان بايرل هو المرشح الابرز لانه يجيب اللقاء حبيبنا يا خطار من ابو ظبي تحياتي اليك في فرصة لريال مدريد يجيب دور الابطال الفريق قوي خط دفاعه سيء جدا بهذا الخط صعب جدا الفريق يجيب دور الابطال بكرة تلعب مع العيد كبار فرقة عادية حتى الان عم بتخليك تعاني ليفانتين مباران اخيرا مع سلتفيق واللي هو اصلا بعد الموسم سيء ووسطه مرمانك كثير فمباراة جامدة مثل هيك مع بايرل بتروح الى ثلاثة بهذا الاخطاء الدفاع صحيح برشلون عنده مشاكل واحد يقولي برشلون مشكلته اكبر لعبة الانتر والريال مباراة اولى بسي تحية دور مجموعات ما في داعي نكبر الموضوع اسماء كبيرة في تلعب مع بعض بعد حكي لي ان احكي عن الريال والانتر الريال اعتقد خبرته اكبر عقليته افضل اوربيا من الانتر يبعيش جو ايجابي جدا عم بلقى لاعبه اكتر واكتر اللي هو جونيور اللي انا افتخر جدا اني دفعت عنده لما كان باسوء حالاته يعني لما كل الناس ترهكوك يا جونيور انا كنت معك اذكرني يا جونيور فهي لازم احمله فيها جميل ان شاء الله لو يوما ما قابلته بس جونيور اثبت انه اهم شي باللاعب يكون هادل اهم شي باللاعب يكون مش مستعجل اه انكملت تتوقع مفاجئة بالمجموعات بخروج احد الكبار لسه بدري بس برشلون اعتقد انه سيتحسن من يونايتل مجموعته سهلة يعني دروم الخسارة اليوم خارج ارضه اعتقد بايرون مجموعين خيائلة بالكل بهاب اياه فحيكون فيه تعادل مع الجميع تحياتي يا حبيبي من دروم من بوريتانيا الكومان مش الان حين قال لو اجت نتيجتين ثلاث سيئات واربعات انا برجع احكي في هذا وضع مستقبل الليفر واحد تسأني عن الليفر انا عندي تخوف وكندي اعمل فيديو هاحرقه الان هرجع اعمله انه اللي بتصير مع الليفر خصوصا مسألت عقد محمد صلاح ومسألت بعض الصفقات اللي مش عم تيجي والاخرين عم بتطوروا ويطلع كلوب يلمح ويقولك انا مش قادرين اللاحقهم ممكن تخلي كلوب يحاول يطلع هو باحسن فترة عشان ما يطلع زي ما طلع مع دورتموند يقول لا خلص انا بالاهل دوري ابطالي السنهان ممكن احاول اجيب الدوري اجيب اقولكم شكرا سلمتوني فريق منهار سلمتكم فريق بيرفكت الكل بخافي لعب ضده والسلام عليكم ورحمة الله ممكن يعمل هذا الشي واحد بيقولي انا برشلوني وبنصحك تشنشى البرشا عشان تضحك اتكلم عن بيكيه بيكيه كويس واحد بسألني بتابع الكرة اوردنية للأسف انا بحضر يعني كمرة قلت احسبها انا بحضر كمية ساعات كرة قدم اوروبية لا توصف وبعد ما احضر بقعد اقرأ بيعدي شوية مصادر للتحليلات والاحصائيات والداتة لبشان اشوف الارقام واللعيب الاجداد والشباب الاصغار الطالعين هنبصل في وقت كبير بالكرة الاوروبية عشان اقدر اضني امتابع لان انتم تابعين احسن مني عشان اضني ماشي معكم على نفس الرتم على نفس المستوى يعني قبل ما اعتزل طبعا انه زي ما بتعرفوا انه ممكن اعتزل باي لحظة حاليا يعني محتاج اتعب كثير محتاج اتعب فاحط عليها كرة عربية يعني حتى كان عندي برنامج مع الكرة السعودية وللأسف السنهاية اعتذرت عنه ومن حي طبعا صديقنا ترك العجمة اعتذرت له لانه كان مستحيل اقدر اكمل بنفس الرتم باوروبا وعندي ضغط كرة عربية شوف ان التحدي اليوتيوبرز انا خلصت تحدي اليوتيوبرز حكت لكم من بكرة شو ظل هل جونيور يغني ريال مدريد على الامبابي مش كثير بس بيخلي الريال مدريد مرتاح هو بتعامل لانه امبابي انضج اسرع اجهز من جونيور واكثر تأكدا من موهبته هذا بكل بساطة حكيت عن مستقبل كومن طبعا الناس تسألني مين بتوقع بطل دور ابطال زي بحكي لكم كثير بدري هل الصغار برشلونها امل للنادي اذا ما خبضني الصغار الان مجرد رد يعني او تسكيت لانه الاعلام الكتروني بيحب فكرة لماسيا واشك انه في فعليا انه ايمان مطلق بهذا المشروع مشروع الشباة اعتقده مجرد مشروع الى الاعلام عشان الناس تلتهي كيتة بالدي ابصر مين ابصر مين بالدي وابصر ايشو وهدول اللعيبة بس مجرد اعلام عم بصير كثير شي سيئة في برشلنا الموضوع صار فيه انه لعبة اعلامية اكثر من كراوية في كثير مواقف في كثير قصص ميلان طبعا احكيد هنكون ساعدين ونشوفه برجع دول ابطال ميلان بداية ممتازة بيولي مدرب اثبت انه كان ممكن اسوأ قرار حياخده ميلان في حياته لما كان مدقيله بعض الاحيان مش ضرورة تكون عندك احسن مدرب في الدنيا بعض الاحيان مش ضرورة تكون عندك عبقرة تدريب في الدنيا بعض الاحيان كل المطلوب انه يكون عندك مدرب يخلي الى 11 لعب ينزل يلعبوا فعلا ويموتوا في الملعب طبعا موت كروي وليس موت حقيقي بيقول لك لابورتا كذب على جمهور برشلونة طبعا كثير وهذا اعتقد ما ظل في مشجع برشلونة واحد بيقول لي انت مش بلاحظة انه بايرون اقل حدة بالضغط هذا طبيعي جدا هذا طبيعي جدا كرويا طبعا حدود ميلان دور الابطال صعب جدا ممكن بالدورة نتيجة اهتزاز الاخرين هذه الشغلة مهمة جدا لازم انتابهه بايرون منطقي بايرون كثير منطقي انا حضرت لقطات من تشيلسي واحد بيقول لي بيش حضروا ببرا بايرون منطقي بايرون منطقي لسه العبيد ما وصله التوب تاع الحال البدنيا بلعب مع فريق عارف واضعف منه بدنيا مش مضطر ينتحر لانه لو زادها حصل عنده اصابات فبالتالي منطقي تستنى لعندما توصل شهر اثنين اثلاث واحد بيقول ليورغان كلوب لبرشلونة فكرة جميلة فكرة حلوة بس انا بحس انه كلوب حيروق على نادي اجهز لانه تحب خلص يعني بنيت دورتمنت وبنيت ناينز وبنيت ليوربول وانا طول حياتي محكوم علي ابني ودوني على نادي ارتاح فيه انا اعتقد ذلك مين تتوقع يعودكما لابورتال حيحاول يلعب بعقل تشابير وعلاقتهم السلبية اذا غوارديولا قال له ما باجي باخر السنة اما اذا غوارديولا وافق يجي اخر السنة ممكن يمشي الموسم باي مدرب يعني دورنا على مدرب يزضمنا فيه يمشي في الامور لاخر الموسم بعدين ييجي اجه او ممكن يصفر عكما لاخر الموسم بس اذا ما فيش اجه اعتقد حيروح تجيب تشابي عشان الاعلام اولا ولانه هو منعرف انه تشابي كان اقرب لفكتور فون واحد بقول لي ميلان هيعدد المجموعة كلها في اوروبا طبعا انا انا مش هجع دور الايطالي فاي نادي بصراحة بدور الايطالي بلعب باوروبا كويس بكون سعيد انشلوتي بداية ممتازة هجوميا دفاعيا بسه بده شغل بسه بده شغل كتير وهذا العلم مش جديد في موسم العاشرة عمل نفس الشي بلش الموسم اهداف كثير وبتلقى اهداف كثير واعتقد ايجت مباراة برشلونو اوشبيليا اللي صار الكل يتكلم عندي بفعل اسف ريال مدريد اوشبيليا اذا ما خاب ضني وقت هركتش سجل وصار الكل يتكلم عندي بفاع ريال مدريد السيئ بعدها مباريات سلسلة طويلة شباك نظيفة واتغير الفريق التشلسي انا بحضر له الدوري طبعا اليوم ما حضرنا لانه كان تركيزنا كله مع هاي المباراة واحد بقول ليش ممكن تعتزل العمر واحد يعيش حياته انا عندي شغل تاني انا بشتغل بالديجيتال كديجيتال لعبكتر وهدف سوشال ميديا وهيك اشياء فانا عندي شغل التاني بعد شغل من اروح بقول برياضة زمان كنت بس صحة في رياضة الان صاروا شغلتين مع بعض فبالتالي ممكن الواحد والله يوفيكم غوريتسكا طبعا لاعب رائع زي ما حكيت في الوقت اللي جابه في غوريتسكا بايرل مجانا كان برشلون عم بيشتري مالكم ب 41 مليون يورو وعم بيجي بيدال ايضا وللأسف واضح الفرق هذا الشيء بيدرجع احكي انه فرق كبير كنتي لبرشلونة المشكلة الوحيدة اللي حيواجهها كنتي برشلونة عاقله مع الابورتا حي ممكن ينطر التاني يوم لكن كنتي بكل مكان راح حط عقلي استمرت سنوات لليوبي استمرت سنوات لتشيلسي استمرت سنوات ولا الانتر حتى الان البداية جيد هذا كل اشي عندي بدي اوصل لهون لنهاية الحلقة اتمنى منكم انه دائما يعني اتمنى انه بث مباشر مناسب للكم اذا عندكم اي تعليقات او افكار بعتولي بحاولوا احكوا معي يعني باما بالانستغرام لانه بالانستغرام بالعادة اذا بتبعتوا مسجات ان شاء الله بلحق اشوفهم بالفيسبوك ايضا بحاول اشوفهم يعني دائما فواحد بقولي بدنا نخل بدنا ملخص زنة وتشيلسي للاسف ما شفتها بالنسبة لبرشلونة ماذا يحتاج حكيتها وانا اعذروني الان لازم اروح السبوع خير جميعا والسلام عليكم ورحمة الله